يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين ومتابعات اللي نضموا معنا لبرنامج صباح الخير والليوم نحن نعمل أكلات خفيفة ظريفة يعني وقت نقول خفيفة يعني كمان شوي خفيفة على الجيبة أكلات بزيت يعني اليوم ما بدنا لا جاج ولا لحمة اللي هنن اللي بطاطا بحرة أو مفركة بطاطا بتوم وكزبرة وفي حنعمل جنب مننا شوربة عداسي يعني متل ما بقولوا توديعة لهالبرداد شوري كونتعرف أنا وياكون على المقادر هلأ بالنسبة لا فركة البطاطا هون نقلت البطاطا مشان اختصر وقت بصراحة مشان مطط العريحة كتير بالاستوديو هاحتاج كزبرة خضرة وهون في عندي دبس فليفلة توم مهروس زيت زيتون هذا بالنسبة للبطاطا هلا هون بالنسبة للعداس هاحتاج بصلة جزرة هاي اختيارية إذا بتحبوا تخطوها أو لا هاحتاج معلقتين من السمنة وهون في عندي كاسة ونص من العداس من البهارة طبعا هاحتاج لهونيك ولهون بحكي لكون عنهم هلا كلياتون سوا هلا هون بلشت أنا عندي تغلي الماء هلا هون أنا العدسات عندي غسلتون هلا اليوم رح ساوية على الطريقة اللي أنا من وقت وعيت على هالدنيا بعملها هلا يمكن في سبتات بيوت تقول لك لا قبل بدك تقلي البصلة بدك تقلي لهاي لا تبعوا هاي الطريقة عن جد نصيحة كتير طيبة هلا أول شي هون رحقين وصقت عندي العدس مشان ما يعمل نفخها يعني يفضل انه نحنا نفور عليه ونقيم الزفرة اللي بتطلع على وشه وصدقوني بتخفف علينا كتير وبيطلع العدس الخفي يعني ما بيدايقنا كتير حنتركن هدول حتى تطلع زفرتون حشيلون على الوش هلا خلينا نعمل الأكلة الثانية هلا بصراحة أكلتنا الثانية متما قلينا البطاطا تطبيقتها الثانية دايتين عيروا لي لقلكم هنحط هون زيت زيتون أنا بصراحة وقت لما صحيح أنا قليتها بزيت نباتي بس أنا بحب انه وتقلعت هاي الأكلة بزيت زيت زيتون تطلع هكي أطياب وأنكا شو رح أحتاج رح أحتاج هون عندي طوم مهروس رح قليهم ونقوي شوية الغاز هلا هي هي الأكلة كمان بيقولولها لبنانية يعني لبنانية بحتة لأنه بيحطولها كذب دبس فلي فلي هلا هيك حبليش قلي بلش يطلع عندي صوت الزيت هلا صار فيه نزل دبس الفلي فلي هلا هون في عندي دبس الفلي فلي معلقتين هلا أنا بصراحة مرح أستعملهم كلهم لأنه البطاطيات عندي شوية قلال هأخذ معلقة واحدة بتكفي يعني معلقة وبحبوحها كنا أيام زمان وقت ننزل على السوق لأي شي نشتري بالكيلو نقوله للزلمة إنه طبش لنا هون كان يطبش لنا هون هلا ما في لطبشة ولا أختها هلا بطلوا يطبشوا شي هلا هون هنحرك شو بدي أعمل بجيب شوية مي يعني يادوب يادوب إشلون فنجان القهوة يادوب هيك نتفي يعني قولو شي ثلاث معالة مي بس هاي هي الكمية اللي أنا بديها ها هحجيب عندي البطاطا المقلية اللي أنا قليتها قبل بوقت وطبعا الحجم اللي انتبتكني ها هلا راح قيمة وخطها هون بهذا الشكل وحبلش قلب وبصراح هاي الأكلة ما بتتقلب هاي كلاتكم بتعرفو هاي الأكلة بتتقلب هاي نحطة تتشبه من التوم ودبسل من الفلافل يعني تخيلوا هالأكلة شو سريعة وشو سهلة وشو طرشت عالمريول هلا ضل عنا نحط لشغلة كتير خفيفة وكتير بسيطة لهي شوي من الكذبرة الخضرة وفي عندي كمان هون كذبرة يابسة قبل لحزركم شون سينا هو مون سينا أنا مالي نفسها هانا رس أكيد هالأجاوب تقولونتو ملح فقط وهي ملح وممكن حط شوي من الفلفل الأسواد كمان صعطة طيابة لذيذة وشوي من البابركة هحط عليهم شوي من الكذبرة الخضرة بهاد الشكل وقلبهم هون التقليبة الأخيرة واسكبون وهيك صارت أنا أكلتي لليون جاهزة يا سلام الريحة باللهي ما شاهدتون ياها ما شاهدتوا شفو هالمنظر ياخد العين هلا شو رح أعمل طفيت الغاز أكلتي هون خلصا فقط ترجعوا لعنتي بعملكون شربة العدس على طريقتي ومثل ما قلت لكم فيكنوا تضيفوا بصل الجزار وفيكنوا ما ضيفوا لحا أسأل ميشا بتحطي بصل بتحطي جزار لا شربة العدس بصل إنسي جزار لا والله لك أنا عيادوا أنا كلام عمقول بصلة معمرجع أكد بصلة 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 واحدة ها لا أجباري بصل لك انتي سألتي مشلين بصل ولا جزار انتي قلت أول كلمة بصل بصل إنسي إنسي جزار مع شربت العدس شربت العدس بيطلع لونة رائعة اللونة كتير حالة وبيطلع طعمتها بتجنين بس أنا ما جربتها جربية عن جد بتعطي طعم كتير طيب وبطبخها بالبريستو بريستو وأنا كمان بتضغط على فكرة بحلب عن جد بعشر دقائق بتكون جاهزة عشر دقائق تمام وبتضرب العدس على الخلاط قبل إذا ما عندك طنجرة ضغط بتعملها بالخلاط عندك طنجرة تضغط عشر دقائق بتكون هيك على فكرة شربت العدس بحلب بتعرفوا شو بيسموها أحيانا إذا ضافوا لها لحمة وضافوا لها القصاص في ناس بتحط العصة عيس يعني هيك بشون تقصر كمان دسمك بسموها مخلوطة مخلوطة نحن هون عندنا المخلوطة يا حزرك شو بيش واللي معه بيرش على المخلوطة أكلت حلب لا الخلوطة هي الصينية الخضار اللي بشكلت هاي غير تسمية هون يلا حنشوف النتيجة بشكل نهائي ولسا في قطعة تانية أصلا نازل نرجع لنشوف طبعا ما لنا غنى عني شكرا يا شيف شكرا لك شيف يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين ومتابعات بالفقرة الأولى نسيت لكم كل عام وكل مرأة وهي أقوى وأجمل هنرجع لأكلاتنا اليوم الظريفة واللزيزة عن جد صدقا لو عارفة يعني لهذه كمسيانة أنا هاي كنتنا اليوم لازم نعمل تارت كبير بهذه المناسبة بس اليوم رحنا على شغلات بسيطة وخفيفة على الجيبة اللي هي أكلات بالزيت الأكلة الأولانية بصراحة خصت معي ومثل كان عم تابعني قبل شوي عارف انه هي عن جد خلال دقتين كانت جاهزة لها عندي بطاطا حرة أو بطاطا أو فركة بطاطا بطوم وزيت هاورجي لكم يا ها صارت عندي جاهزة بهذا الشكل الليت توم مع الكزبرة توم مع زيت الزيتون حطيت فوق معلقة من دبس الفلفلة دبس الفلفلة خليت لكم يا ها تعرفوا هاي وبعدين حطيت فوق بطاطا مقلية وبعدين حطيت يعني شو بدي لكم ثلاث معالق مياه بيادو بيادو مندفت مي وكمان حطيت بعدين ملح في الفل حطينا بابريكا وكزبرة يابسة وآخر شي حطيت على الوش شوية من الكزبرة الخضراء نسفتهم تنسيفتين وفورا عبيتهم وصارت أكلتي الأولى جازة جنبا شو رح أعمل لح نعمل جنبا شوربة عداس على طريقتي طريقتي يلي هاي أنا من أول موعد عدني يمكن أول مرة بعمل فيها شوربة العدس بعملها بهاي الطريقة أنا بحب طعمة البصلة يلي بتكون شوي ملدوعة بشوربة العداس هخلي شوي السمنة الدوب وهي البصلة لا تكترو بصلة واحدة هلا بتكتفينه يعني هلأ خففوا أكلات المجدرة والمسخن هلأكلات مشامعتن أطعم البصل هلا هوني متل ما أنتو شايفين عندي شوربة العدس صارت جاهزة شو عملت أنا هون بشوربة العدس حطيتها بماء المغلية تقريبا كاسا ونص من العدس حطيتهم بالماء المغلية أنا متى ما فارت عندي شوي بتعرفوا أنتو بيطلع عليها هاي متل ما نحنا الزفرة على الوش إمتة كلا يعطي الشيطة وإمتة على جنب ضفت الله بصراحة الجذر مشان لأن الجذر بده وقت لحتى يستوي إمتو ضفتو عطي هادا اللون هادا كل شي ساويتو هلا لح نضيف هدول إضافة فيه ناس أنا بتفاجئ إنو بيتضايقوا من الكمون بيقولوا لك بيعملنا نفخة وفيه ناس بتقولك أنا ما بقدر أشربها بلا كمون وأنا من الناس بحبها مع كمون وكتير مالقة من الببركة فلفل أسود وملح وهيك تقريبا فارج جازة هلا لحقين وحرق هلا أنا حسيتها شوي جاندة فيه ناس بتحبها بهي السماكة مع خبز محمص وعصرة ليمون والله ما شتهيته هلا هلا لحن قيم نحرق بهذا الشكل هلا فيه ناس بتعملها كانت يعني حماتي الله يرحبها كانت تعملها تقيم البصلة متل ما هي تفرمها وتحطها معها بدون ما تقلية عنجا تصدقوني يقلوا مع البصلة بتطلع طعمتها أطيب يعني الطريقتين أنا جربتم بحس طعم البصلة لما بتتقلب طعمت الطيابة أكتر هلا أنا بصراحة بحلي أكتر من هي بحمرها أكتر من هي بحطة تعطي لدعة خفيفة على الوش وفيكن تخلوه بأبل ما تطحنوه أنا أنا هون متل ما انتم شايفيني كتير بالوش كتير كتير حركتها حتى إذا انتبهتوا صارت قوامة مميحة هورجيكم ياها بالكبجاء هاك بهذا الشكل عنجا تصارت سميكة كتير كتير هلينكن حخففها بنتفت ماء وهي البصلة عندي صارت تقريبا جاهزة والله ما لأجاهزة بدي كمان حمره أكتر يا سلام طبعا فيكن تقلوه بشوية زيت زيتون كمان ما بيأسر إذا حابين كله يكون بزيت كتير بتناقش مع ناس أحيانا بيقلولي نحن سمي ما منفوته على البيت أبدا بيستخدموا بس زيت زيتون كمان هايك بهذا الشكل بلشت تاخد عندي شوية لون هلأ يا حزركم صار وقت شو صار وقت الطشة اللي بنا نقيمه نحطه فوقه وبعدها الطشة يا حزركم شو بدكم بعد معلقتين ها السمنين أكيد هلا حيذكروكم المزيعين شو لازم نعمل بعد ما ناكل أو مبعد ما ناكل مباشرة يعني ممكن هيك شوية رياضة باليوم ما بتقول شي وهاي هيك صارت عندي كمان أكل تجاه ذا لليوم وما ضل غير تشوفوها بشكله النهائي متل ما انتو شايفين البصلة أنا بصراحة ما عاد تحركة أكتر من هيك كاني ما رح أرجع أخبطها لانه خلص اوكي هيك صارت كتير منيحة بعدين تطلع هيك طعمة البصل بتتم ما بتقول شي وهايك خلصوا أكلاتي اليوم وما ضل غير تشوفوهن بشكلهن النهائي سلم إديك يا شيف حبيت أكل البطاطا أنا شكل ما تشوف لك أنا الشوربة شبسي مع هلا أخبز مقلي وهيك عصرة ليمونة وورشة كمون يا سنة وكل يا معي شكراً 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 يا شكراً هيا مشكلة أنا أكلت قبل شوي صندوشة بعفكر أسكب شوربة عدس وما أسكب هي منيحة منيحة زيادة هيلاقي يكون عزيزة يسلم إليك شكراً شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لازم تتغزة لا طبعاً لك يا صباح الخير عان جديد وهيك صار عندي شكل الأكلات بشكلهن النهائي أو أكلاتي بشكلهن النهائي هلا هون ممكن نزيد عليها عصرة ليمونة وهلا قبل شوي كنت عم أقول كمان لورد أنه ما بدا هالأكلة غير عصرة ليمونة ورشة كمون وخالصين ممكن كمان نضيف عليه هون شوي من الكزبرة وقالي قبل شوي ورد قالي منظر البطاطا من عندي بيأخذ العائل كمان ممكن نضيف عليه هون شوي من الكزبرة بالنص وهيك خلصوا أكلاتي وبشوفكم يوم السبت لأنه بكرة معاكم الشيف بشراء لأكلات الدايت كثير طيبي أنا لا أتابع يعني أنا أتابع على الشيف بشراء لكن لا أتطبق أكلاتي إلى الصراحة كلنا نحاول 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 شكراً يا شيف منظر البطاطا بشهي جداً وحندوق الشوربة كمان شكراً يا شيف يا شيف يا شيف